يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثامنة والثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهية وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط إمامك هذا هو الجزء الثالث من عنواننا عالم ما وراء الأرض لا زال حديثنا في مرحلة الظهور المهدوي عبر المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم تسلسل الحديث حتى وصلت معكم إلى عنواننا عالم ما وراء الأرض وأقصد بذلك عوالم الملائكة وعوالم الجن وعوالم دواب السماوات إنها أمم كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا في هذا الفضاء والكون الواسع المتسع أخذت لكم نماذج من الأحاديث وقبلها ذهبت معكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم لعرض الحقائق التي ترتبط بهذا الموضوع لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام وإنما سأكمل من حيث انتهيت في الحلقة الماضية حدثتكم عن رحلة فضائية بقيادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكان ذلك في زمان خلافة عمار الرواية التي نقلتها لكم عن سلمان المحمدي وحدثتكم أيضا عن رحلة فضائية بقيادة إمامنا الباقر والمسافر الذي سافر معه هو جابر الجعفي ثم رجعت إلى الرحلة الفضائية العجيبة لذي القرنين الرواية طويلة وإنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تفسير العياش إنه محمد ابن مشعود العياش رضوان الله تعالى عليه من أعلام القرن الثالث الهجري كان معاصرا للكليني رحمة الله عليهما هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنه الحديث التاسع والسبعون في صفحة السابعة والستين بعد الثلاثمائة عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين سيد الأوصياء سئل عن ذي القرنين لا أستطيع أن أقرأ الرواية بكاملها لأنها طويلة طويلة حكاية الرحلة الفضائية لذي القرنين طويلة سأقرأ جانبا منها ما أجده ضروريا جدا مر علينا بنحو سريع من دون أن أتوقف عند الكلمات والجمل لأنني لأنني قد حددتكم عن هذا في الحلقة الماضية ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا رفع ذا القرنين ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا السماء الدنيا أعلى من المجرات لأن المجرات هي زينة السماء الدنيا تكون دونها ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض هذا المصطلح قد يطلق على أرضنا التي نحن نعيش عليها وقد يطلق على كل المجرات إذا كانت الرواية تجعل السماء الدنيا في مواجهتها أن تكون المجرات في جهة من جهات الحديث وأن تكون السماء الدنيا في الجهة الأخرى ولن يؤثر كثيرا على مضمون وتفاصيل الرحلة الفضائية إن كان المراد من الأرض أرضنا أو كان المراد من الأرض زينة السماء الدنيا أعني المجرات بقضها وقضيضها ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب إذا كان الحديث عن المجرات فإن مشرق الكون هو الجانب المضيء منه ومغرب الكون هو الجانب المظلم منه حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب وآتاه الله من كل شيء علما علما يعرف به الحق والباطل وأيده في قرنيه بكشف من السماء هذه منظومة للرصد هذا رادار عجيب هذا رادار ليس لكشف الأجهزة فقط وإنما لكشف طبائع الناس وأحوال الأمم وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك الكلام هنا ليس عن أرضنا بقرينة ما يأتي من التفاصيل فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب إنه مغرب الكون فكان إذا مر بقرية زأر فيها هل هذا هو أسلوب التبلغ في أرضنا هكذا يبلغ الأنبياء والعوصياء والعباد الصالحون والعلماء العاملون هكذا يبلغون دين الله بهذه الطريقة فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب وقطعا هذا الكلام كلام تقريبي هذا يعني أن ذا القرنين يتعامل بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتعامل بها مع الناس في الأرض إنه يتعامل مع حضارات أخرى طريقة التواصل معهم تكون مختلفة جدا فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب فينبعث من قرنيه من جهاز الرادار هذا إذا صح إطلاق هذا العنوان عليه فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق ويهلك من ناوأه وخالفه فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب وذلك قول الله إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا تستمر الرواية بتفاصيلها وتفاصيلها كثيرة لكنني سأذهب إلى جهة أخرى إنه الحديث هو هو حديث الرحلة الفضائية عن الأصبغي ابن نباتة عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه علي وكان ذو القرنين عبداً صالحاً وكان من الله بمكان نصح الله فنصح له نصح الله أي كان قلبه قلباً ناصحاً قلباً سليماً وكان من الله بمكان وكان من الله بمكان نصح الله فنصح له وأحب الله فأحبه وكان قد سبب له في البلاد ومكن له فيها حتى ملك ما بين المشرق والمغرب الحديث عن مشرق الكون ومغربه وكان له خليلاً من الملائكة إنه يتعامل مع الملاء الأعلى وكان له خليلاً من الملائكة يقال له رفائيل ينزل إليه فيحدثه ويناجيه فبينه هو ذات يوم عنده إذ قال له ذو القرنين يا رفائيل كيف عبادة أهل السماء وأين هي من عبادة أهل الأرض ذو القرنين يريد من رفائيل أن يقوم له بمقارنة فيما بين عبادة أهل السماء وعبادة أهل الأرض قال رفائيل يا ذو القرنين وما عبادة أهل الأرض لا تقاسوا بعبادة أهل السماء يا ذو القرنين وما عبادة أهل الأرض أما عبادة أهل السماء ما في السماوات ما في السماوات موضع قدم إلا وعليه ملك قائم لا يقعد أبدا أو راكع لا يسجد أبدا أو ساجد لا يرفع رأسه أبدا فبكى فبكى ذو القرنين بكاء شديد وقال يا رفائيل إني أحب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي وحق طاعته بما هو أهله قال رفائيل يا ذو القرنين إن لله في الأرض في الأرض في هذا الكون وليس في أرضنا إن لله في الأرض عينا تدعى عين الحياة فيها عزيمة من الله عزيمة قرار من الله المراد من العزيمة القرار القطعي النهائي يا ذو القرنين إن لله في الأرض عينا تدعى عين الحياة فيها عزيمة من الله أنه من يشرب منها من يشرب لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت فإن ظفرت بها تعيش ما شئت قال وأين تلك العين وهل تعرفها قال لا غير أننا نتحدث في السماء أن لله في الأرض ليس في أرضنا في المجرات ما دون سماء الدنيا أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان فقال ذو القرنين وأين تلك الظلمة قال رفائيل ما أدري ثم صعد رفائيل فدخل ذو القرنين حزن طويل من قول رفائيل ومما أخبره عن العين والظلمة ولم يخبره بعلم ينتفع به منهما فجمع ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلماءهم وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة فلما اجتمعوا عنده قال ذو القرنين يا معشر الفقهاء وأهل الكتب وآثار النبوة هل هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله أو في كتب من كان قبلكم من الملوك أن لله عينا تدعى عين الحياة فيها من الله عزيمة قرار أنه من يشرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت قالوا لا يا أيها الملك قال فهل وجدتم فيما قرأتم من الكتب أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان قالوا لا يا أيها الملك فحزن عليه ذو القرنين حزنا شديدا وبكى إذ لم يخبر عن العين والظلمة بما يحب وكان في من حضره غلام من الغلمان من أولاد الأوصياء الأنبياء وكان ساكتا لا يتكلم حتى إذا آيس ذو القرنين منهم قال له الغلام أيها الملك إنك تسأل هؤلاء عن أمر ليس لهم به علم وعلم ما تريد عندي ففرح ذو القرنين فرحا شديدا حتى نزل عن فراشه عن فراشه الملك وقال له إذن مني فدنى منه فقال أخبرني فقال نعم أيها الملك إني وجدت في كتاب آدم الذي كتب يوم سمي له ما في الأرض من عين أو شجر فوجدت فوجدت فيه أن لله عينا تدعى عين الحياة فيها من الله عزيمة أنه من يشرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت بظلمة لم يطأها إنس ولا جان ففرح ذو القرنين وقال إذن مني يا أيها الغلام تدري أين موضعها قال نعم وجدت في كتاب آدم أنها على قرن الشمس يعني مطلعها كل الحديث عن الفضاء لأن الرواية ستخبرنا عن تفاصيل رحلة في الفضاء ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته فجمع أشرافهم وفقهاءهم وعلماءهم وأهل الحكم منهم فاجتمع إليه ألف حكيم وعالم وفقيه فلما اجتمعوا إليه تهيأ للمسير وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة ماذا يريد أن يقول أمير المؤمنين للناس للأصبغ ابن نبات ولأمثاله وللذين سألوه فإن الأصبغ ابن نبات يحدثنا عن أن أشخاص سألوا أمير المؤمنين فماذا يقول لهم عن الوسائل التي استعملها ذو القرنين في رحلته الفضائية فاستعمل أقصى ما يمكن التعبير عنه وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة فسار بهم يريد مطلع الشمس الحديث عن الفضاء يخوض البحار ويقطع الجبال والفياف والأراضين والمفاوس فسار اثنتا عشرة سنة حتى انتهى إلى طرف الظلم الكلام ليس عن الأرض فسار اثنتا عشرة سنة حتى انتهى إلى طرف الظلم فإذا هي ليست بظلمة ليل الليل أمر خاص بالأرض هذه ظلمة الكون حينما يخرج الإنسان من مدار الكرة الأرضية فإنه سيدخل في الظلام تلاحظون دقة التعابير فإذا هي ليست بظلمة ليل لا يوجد ليل إنه ظلام الكون ظلام جهة المغرب من الكون فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء المراد من الهواء الفضاء وليس وليس هذا الذي نتنفسه مثل ما تقول الأحاديث من أن الله نفع الجن من الأرض إلى الهواء إلى الفضاء فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء هذا هو الفضاء الفضاء ولا دخان ليس هناك من غازات هناك المادة الكونية المتأينة هناك المادة الكونية المتأينة فيما بين هذه المجرات فيما بين هذه الأجرام السماوية فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء يفور فسد ما بين الأفقين فنزل بطرفها وعسكر عليها وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم فقال يا معشر الفقهاء والعلماء إني أريد أن أسلك هذه الظلمة فخروا له سجدا فقالوا أيها الملك فخروا له سجدا هذا أسلوب تجليل وتوقير للملك فخروا له سجدا فقالوا أيها الملك مثل ما فعل يعقوب مع ولده يوسف ويوسف ما كان ملكا كان وزيرا كان مستشارا أعظم عند الملك فخروا فخروا له سجدا فقالوا أيها الملك إنك لتطلب أمرا ما طلبه ولا سلكه أحد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك قال إنه لابد لي من طلبها مثل ما قلت لكم إنني أقرأ مقاطع من الرواية لأنها طويلة طويلة جدا في صفحة الثانية والسبعين بعد الثلاثمئة وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين في أربعة آلاف وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره في الفضاء إثنة عشرة سنة فإن رجع هو إليهم إلى ذلك الوقت وإلا تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاء فقال الخضر الخضر كان قريبا لذي القرنين فقال الخضر أيها الملك الخضر هو هو الغلام الذي تكلم وأرشد ذا القرنين إلى الجهة التي تحرك باتجاهها الغلام هو الخضر اتخذه ذو القرنين وزيرا عنده وكان قريبا له فقال الخضر أيها الملك إن نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا فكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا الخضر لا يمتلك التقنيات التقنيات عند ذا القرنين هو الذي تهيأت له الأسباب فقال فقال الخضر أيها الملك إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا فكيف نصنع بالضلال إذا ما ضللنا الطريق فكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء الخرزة هي الفص الثمين كيف يصف أمير المؤمنين جهازا من الأجهزة للناس الذين كانوا يعيشون في عصره الخرزة تطلق على الجواهر الثمينة على الجوهرة الثمينة على الجوهرة الكبيرة الثمينة وتطلق على الفص من الأحجار الكريمة أكان الفص صغيرا أم كان الفص كبيرا فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء هذا جهاز أصبر علي كي تعرف بأنه جهاز بتقنية عالية جدا فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح تصيح فإنها ترشدكم هذا يعني هناك أجهزة إرسال وأجهزة استلاهم هذه أجهزة هذا الكتاب مؤلفه كان معاصرا للكلين والكلين توفي سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى لأن الغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة وهذا الرجل محمد ابن مسعود العياش كان معاصرا للكلين لا نعرف بالدقة سنة وفاته ربما ربما توفي قبل الكلين كان معاصرا للكلين من علماء القرن الثالث الهجري وهو ينقل حديثا عن أميره المؤمنين هل كان يوجد في الأرض أجهزة كهذه الأجهزة هل كانت الملوك تملك شيئا من هذا في أي كتاب من الكتب في كتب اليهود مثلا في كتب النصارى في كتب الرومان في كتب اليونان في أي كتب فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها أجهزة إرسال وأجهزة استلام فأخذها الخضر ومضى في الظلمة وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين الخضر معه مجموعة وذو القرنين معه مجموعة فكانوا يتحركون بالتناوب وكان الخضر يرتحل يتحرك وينزل ذو القرنين للإستراحة فبين الخضر يسير ذات يوم في الجهة المظلمة من الكون في مغرب الكون فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلم هناك منطقة تختلف عن المناطق التي كانوا يسيرون فيها فقال لأصحابه قفوا في هذا الموضع لا يتحركن أحد منكم عن موضعه ونزل عن فرسه ما هي بفرس كأفراس الأرض إنها وسائل النقل في الفضاء ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة لماذا رمى بها في الوادي بينما ذو القرنين أعطاها للخضر لأجل أن يسترشد بها الضلال لكن الجهاز هذا جهاز مرشد هذا الجهاز يمكنني أن أشبهه بجهاز النفغيتر في زماننا هذا الذي يستعمل في الطائرات وفي البواخر وفي السيارات في زماننا الناس الآن لا يستطيعون أن يسافر من دون أن يعتمد على هذا الجهاز إنه الجهاز المرشد وهذا هو جهاز مرشد ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه وخاف أن لا تجيبه ثم أجابته فخرج إلى صوتها فإذا هي على جانب العين يبدو أن الخضر قد برمج هذا الجهاز كي يصل الجهاز إلى عين الحياة وعنده جهاز استلام يستلم المعلومات من هذه الخرزة ولذلك تحرك باتجاه الخرزة الحمراء فخرج إلى صوتها فإذا هي على جانب العين وإذا ماءها أشد بياضا من اللبن وأصفى من الياقوت وأحلى من العسل فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منها ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه مثل ما قلت لكم هذا جهاز إرشاد ولكنه أكثر تطورا من الأجهزة التي عندنا من خلال المواصفات التي تتحدث هذه الرواية عنها والرواية تعرضت لتصحيف وهذا الكتاب تعرض لتحريف لكن الحقائق لازالت قائمة وموجودة بين طوايا كلماتهم النورية الطاهرة أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فأجابته فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فسار الواضح من الرواية أن الخضر عنده مأمورية وهذه المأمورية ترتبط بالمشروع المهدوي الأعظم لا بد أن يصل إلى تلك العين ولا بد أن يشرب منها ولا بد أن يستحم فيها لأجل أن يحصل على المؤهلات التي تؤهله كي يكون خادما لإمام زماننا زمان غيبته الروايات تخبرنا بأن الخضر من خدام إمام زماننا في غيبته الشريفة فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا ذو القرنين لم يكن مقدرا له أن يصل إلى تلك العين فهو لا علاقة له بشكل مباشر بالمشروع المهدوي الأعظم وإنما كان يعين الخضرة في الوصول إلى تلك العين الجميع في مقام التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم كل الأنبياء وكل المرسلين وكل العباد الصالحين وكل الملائكة المقربين ومر ذو القرنين بعده فأخطأوا الوادي لم يصل ذو القرنين إلى ذلك الوادي فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء لقد وصلوا إلى الجهة المضيئة من الكون خرجوا من الظلمة خرجوا من حدود مغرب الكون ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر لأن الحديث ليس عن الأرض ضوء النهار والشمس والقمر هذا حديث في الأرض الرحلة تلاحظون دقة التعابير ومرذوا القرنين بعده فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء إلى منطقة مضيئة ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر إنها الطاقة الكونية بحار الطاقة مثلما هناك بحار مظلمة لطاقة في مغرب الكون هناك بحار مضيئة لطاقة في مشرق الكون وهذا ما لم يكتشفه الإنسان إلى هذه اللحظة الأحاديث تخبرنا ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور نور ما هو بضوء كضياء الشمس إنه نور حالة منيرة إنها الجهة المنيرة المشرقة من الكون ولكنه نور فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة الرملة إنها الأرض الممتدة الكلام هنا عن الأجرام السماوية الكبيرة جدا التي وصل إليها ذو القرنين فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة الرملة الخشخاشة هي الرمال هي الرمال اليابسة التي حينما تداس يصدر منها صوت الخشخشة الخشخشة هي احتكاك يابس بيابس هناك أشياء يابسة يابسة إذا ما احتكت بأشياء يابسة الصوت الناتج يقال له الخشخش وأما الفركة فإنها الناعمة فإنها الناعمة فإنها الناعمة الملساء فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ أي منظر جميل هذا أي صورة أي تلوحة هذه إنه مكان في الفضاء مشرق بنور يختلف عن نور الشمس والقمر وعن نور نهارنا إنه منير منكشف لا ظلام فيه وهذه رملة حمراء إنها ناعمة جدا وفي الوقت نفسه يصدر منها صوت الخشخش يمكنني أن أقرب لكم الفكرة إذا ما أخذنا مادة النشأ إنه طحين الذرة هذه المادة التي تستعمل في صناعة الحلويات مادة النشأ طحين الذرة يكون ناعما جدا وفيه شيء من اليبوسة إذا ما فركناه بأهدينا فإننا نشعر بنعومة وفي الوقت نفسه هناك صوت يصدر من خلال فرقنا لمادة النشأ هذا هذه الأرض الحمراء حصاها لؤلؤ اللؤلؤ هذا بلونه المشرقي الجميلي لوحة جميلة جدا فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ تستمر الرواية تحدثنا عن غرائب الكون الرواية طويلة ماذا أصنع للوقت وهو يجري سريعا إلى أن نصل إلى الصفحة الخامسة والسبعين بعد الثلاثمئة يستمر أمير المؤمنين وهو يحدثنا عن الرحلة الفضائية لذي القرنين والتي سيتضح لنا فيما بعد من أن الرحلة هذه ستكون متخلفة بالقياس إلى الرحلات الفضائية الفضائية التي تكون في الزمن المهدوي في مرحلة الظهور لأنها ستكون متقدمة جدا لست أنا الذي أقول الروايات هي التي تقول الروايات هي التي تحدثنا هذه الرحلة الفضائية وسائل النقل فيها عبر عنها بالخيول والأفراس ما هي بخيول وبأفراس أرضية إنها وسائل نقل فضائية تناسب ذا القرنين لكن وسائل النقل الفضائية في الزمن المهدوي إنها قباب من نور ومر هذا الكلام علينا وسنعود إليه أكمل ما بقي من الرواية ثم انصرف راجعا في الظلم ذو القرنين لم يصل إلى عين الحياة ثم انصرف راجعا في الظلم فبين هم يسيرون انصرف راجعا في الظلم لأن الجهة المشرقة كانت في طريق ذي القرنين ما بعد الظلم دخل في المغرب ووصل إلى المشرق والمراد من المشرق الجانب المضيء الجانب القريب من الأرض هو الجانب المظلم وهذا هو الذي تتحرك فيه المركبات الفضائية التي استطاع الإنسان أن يدفع بها إلى الفضاء في الجهة المظلم لكن ذا القرنين تجاوز الجهة المظلم ووصل إلى الجهة المضيئة من الكون وعاد أدراجه عاد أدراجه إلى الأرض ثم انصرف راجعا في الظلم فبين هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم ما هي بخيول إنها وسائل النقل الفضائية التي كانوا يستعملونها إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم فقالوا أيها الملك ما هذا فقال خذوا من لماذا يسألونه لأن ذا القرنين كان على علم برحلته وتفاصيلها فقال خذوا من فمن أخذ منه ندم ومن تركه ندم فأخذ بعض وترك بعض يعني بعض أصحاب ذا القرنين أخذوا من هذه المادة التي صدر منها صوت الخشخشة تحت سنابك خيولهم تحت وسائلهم النقلية الفضائية وآخرون ما أخذوا شيئا فأخذ بعض وترك بعض فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجة والزبرجة إذا كنا نتحدث عن زبرجة الأرض الزبرجة هو أغلى أنواع الذهب لكننا نتحدث هنا عن رحلة فضائية فهذا الزبرجة زبرجة فضائية مادة ثمينة جدا قد تكون مصدرا من مصادر الطاقة نحن نتحدث عن تقنيات عالية مكنت ذا القرنين من رحلة عظيمة مهولة في هذا الفضاء الواسع المتسع مع مع أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يتكلم بلسان المدارات وإنه ذهب إلى أقصى حد في المدارات لأجل تقريب الفكرة ولو بنحو يسير إلا أن الحقائق واضحة خصوصا لأمثالنا لأننا نعيش في عصر تغيرت فيه الحياة واستطاع الإنسان أن يخرج من الأرض إلى الفضاء وتطورت العلوم واتسعت الثقافات فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجة فندم الآخذ والتارك التارك ندم لماذا لم يأخذ والآخذ ندم لماذا أخذ قليلا لماذا لم يأخذ شيئا كثيرا من الزبرجة هذا ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله فلم يزل بها حتى قبضه الله إليه لزالت الرواية مستمرة لكنني أكتفي بهذا الذي قرأته عليكم نذهب إلى فاصل بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار رحمة الله عليه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري المتوفى سنة ميتين وتسعين للهجرة من رجال الغيبة الأولى هذه طبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في صفحة الثامنة والسبعين بعد الثلاثمئة إنه الباب الخامس عشر الحديث الأول في سياق الكلام عن ذي القرنين وعن رحلته الفضائية الحديث عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه أما أن ذا القرنين قد خير السحابين هناك نوعان من المركبات الفضائية من وسائل النقل الفضائي هناك نوعان ومر علينا في حلقة يوم أمس معنى هذا المصطلح السحاب حينما يستعمل هذا المصطلح في روايات كالروايات التي قرأتها عليكم يوم أمس أو في الروايات التي أقرأها عليكم الآن ونحن نتحدث عن رحلات فضائية فإن السحاب عنوان لوسائل النقل الفضائي إنها مركبات فضائية متطورة لا تستغربون أن أقول إنها متطورة الإنسان في العقود الزمانية المتأخرة استطاع أن يصل إلى الفضاء بعد أن صنع المعجزات عبر التكنولوجيا وعبر العلوم المعاصرة التي وصل إليها وإنما استطاع الإنسان أن يفعل ذلك لأنه أدرك القوانين الكونية وهذه القوانين الكونية موجودة منذ أن خلق الله الخلق وهذه القوانين الله هو الذي وضعها علمها لمحمد وآل محمد محمد وآل محمد علموها للملائكة وللأنبياء والأفصياء ووفروا التقنيات المناسبة لتلك القوانين ستكون تلك الوسائل وتلك التقنيات أكثر تطورا هذا قد يضحك البعض لكن هذا من قلة اطلاع ومن قلة معرفة بأسرار هذا الكون وبأسرار هذا الوجود هذا الوجود وهذا الكون وهذا الخلق شيء خلقه الله وهو الذي وضع قوانينه بدأ الإنسان في زماننا يدرك شيئا فشيئا من آثار أسرار تلك القوانين فكيف بالذين لهم الولاية المطلقة ولهم الحكومة الكاملة في التصرف بتلك القوانين بتسريعها وتبطئتها بإيقافها وتفعيلها وذل كل شيء لكم أعود إلى الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أما أن ذا القرنين قد خير السحابين هناك أنواع من وسائل النقل الفضائي فاختار الذلول اختار وسائل النقل غير المعقدة قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب الوسائل المتطورة المعقدة تركها لقائم أهل محمد أما أن ذا القرنين وإلا ما معنى هذه الرواية وأمثالها هذه الروايات لا تفهم إلا بهذه الطريقة وفي هذا السياق الذي حدثتكم عن في الحلقة الماضية والتي قبلها وفي هذه الحلقة إنها حقائق القرآن المحمدي العلوي بتفسيرهم إنها حقائق معارثهم وأحاديثهم بتفهيمهم صلوات الله عليه أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول كلمة الذلول بحسب العرب في الصحراء الذلول البعير الذي يسهل للراكب ركوبه هذا هو الذلول وأما الصعب فإنه البعير الحصان الذي لا يعطي ظهره لراكبه هذه معاني الكلمات بحسب الاستعمال العربي البدوي الصحرائي ولكنها في اللغة تعطي شيئاً آخر بنفس الاتجاه المراد هنا ونحن نتحدث عن تقنيات متطورة في رحلات فضائية فإن السحاب الذلول هو الذي لا يكون متطوراً جداً ولا يكون معقداً لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أناس يمتلكون خبرة عالية وفي زمان ذي القرنين لم تكن هذه الخبرات العالية متوفرة ولذا فإنه اختار السحاب الذلول وترك السحاب الصعب لقائم آل محمد أما أن ذا القرنين قد خير السحابين ما معنى أنه خير السحابين فهل هناك أنواع وألوان من السحاب يختارها ذو القرنين لكي تنزل ماءها ومطرها أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر وذخر لصاحبكم الصعب وذخر أو وذخر من الذي ذخر الله ذخرها الذي خير ذا القرنين هو الذي ذخر الوسائل النقلية الفضائية المتطورة ذخرت ذخرت لماذا جاء هذا الاستعمال لأنها أرقى قيمة من السحاب الذلول أعطيت لذي القرنين أما السحاب الصعب فقد ذخر لأنه عالي القيمة أما أن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب قلت وما الصعب هذا هو عبد الرحيم من أصحاب إمامنا الباقر هو الذي يسأل الإمام الباقر وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة كالسحاب الذي استخدمه أمير المؤمنين في رواية سلمان ألم يحدثنا سلمان عن السحابتين وعن أن السحابتين كانت تتحركان مع رعد وبرق وصواعق قلت وما الصعب ومع ذلك فإن ما استعمله أمير المؤمنين هو دون ما يستعمله قائم آل محمد ومر الكلام في هذا من أن أمير المؤمنين كان فاتحا وأما الخاتم فهو قائم آل محمد المقام يقتضي أن يفعل أمير المؤمنين ذلك قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع خمس عوامر واثنين خراب ليس الحديث هنا عن السماوات التي فيها العرش فلا توجد سماء خربة وإنما الحديث عن المجرات فمثل ما استعمل مصطلح الأرض في المجرات إذا كان الحديث بمواجهة السماء الدنيا ويقال للمجرات السماوات إذا كان الحديث أن نجعل أرضنا في مواجهة المجرات فإن السماوات جمع لسماء والسماء هو ما على جهة العلو قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة فصاحبكم قائم آل محمد يركبه أما إنه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع خمس عوامر واثنين خراب الحديث عن مجامع المجرات فأكثر المجرات في الكون عامرة فيها حياة لا كما يقول العلماء في زماننا من أنهم إلى هذه اللحظة لم يكتشفوا أثراً للحياة في هذا الكون الفسيح لم يكتشفوا أثراً للحياة في المساحة التي استطاعوا أن يتحركوا باتجاهها بحسب رصدهم وأجهزتهم وما استطاعوا أن يحصلوه من معلوماتهم وهي قليلة لا تعد بشيء بالقياس إلى سعة هذا الكون فهناك جهتان خراب المراد من الخراب اللا حياة فيهما وهناك خمس جهات هي عامرة بالأمم والشعوب والكائنات من دواب السماوات في صفحة التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثالث الكلام هو هو عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إن ذا القرنين قد خير السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب قال قلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأراضين السبع خمس عوامر المفروض واثنين خراب جاء في النص واثنان خرابان هذا من التصحيف الذي وقع في هذا الكتاب لأن الغبران في النجف وكربلاء يضعفون هذا الكتاب هذا من الكتب الضعيفة وهذه الأحاديث بحسب علم القنادر علم الرجال من الأحاديث الضعيف ألا لعنة الله على دينه ومذهبه وحوزته الحديث الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك لماذا لأن الله أذخره للقائم لأن ذا القرنين ليس ممتلكا للقدرات التي تدار بها هذه التقنيات التي ذخرها الله للقائم التعابير تقريبية التعابير تقريبية ما الفارق بين السحاب الذلول والسحاب الصعب المسافات التي يصل إليها السحاب الذلول تكون قصيرة وقليلة بالقياس إلى المسافات التي سيصل إليها السحاب الصعب ومن هنا كان فيه البرق والرعد والصواعق أعتقد أن الصور واضحة وواضحة جدا وصاحب الكتاب توفي سنة ميتين وتسعين للهجرة وهذه الأحاديث منقولة عن أئمتنا الأحاديث واضحة وبينة جدا بحسب هذه البيانات فإن الرحلة الفضائية العجيبة التي قام بها ذو القرنين لا تعد بشيء لأنه وصل إلى مسافات ما هي ببعيدة جدا بالقياس إلى المسافات التي سيصل إليها القائم بحكم وسائل النقل الفضائية بحكم التقنيات بحكم الأجهزة التي توفرت لذي القرنين هذا الكلام في هذه الروايات لا يمكن لإنسان أن يتخيله من دون أن يكون مطلعا على الحقائق ومع ذلك فإن الأئمة صاغ المضامين إلى أقصى حد من المدارات بسبب المتلقين لا يستطيعون أن يتصوروا هذه الحقائق إذا كان بإمكاننا اليوم أن نتصور شيئا مما قصده الأئمة صلوات الله عليهم في أحاديثهم بسبب هذا التطور الهائل الذي وصلت إليه البشرية نذهب إلى فاصل دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام الشيعة في القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الرابعة والخمسين بعد الأربعمائة إنه الحديث الثامن والثلاثون بسنده عن محمد ابن فضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم يأمر الله الملائكة إنه حديث عن الملائكة عنواننا عالم ما وراء الأرض وعالم ما وراء الأرض عنوان للملائكة وللجن ولدواب السماوات لهذه الأمم الكثيرة التي تعيش في الخمس العوامر هذا التقسيم تقسيم معصومي نحن لا ندري بالضبط ما المراد من الوحدة الواحدة من هذه العوامر هل هي مجرة واحدة هل هي مجموعة من المجرات أم هناك تقسيم نحن لا نعرفه أصلا لا نستطيع أن نتصوره ولذا فإنها جهات كبيرة عظيمة في هذا الكون الخمس العوامر جهات عظيمة كبيرة لا نعرف مساحتها ولا ندري من أين تبدأ وأين تنتهي ولا نعرف أعداد الأمم والشعوب التي تخطن في هذه الجهات العوامر إذن عالم ما وراء الأرض الملائكة الجن والجن قطان في هذه العوامر ما تحدثت عن الجن لأنهم يعيشون في هذا الفضاء أما الملائكة فإنهم يعيشون ما بعد هذا الفضاء يعيشون في الملأ الأعلى ولذا اخترت هذه الرواية للإشارة إلى الملائكة وكيف يكون حالهم في الدولة المهدوية القائمية إمامنا الرضا هكذا يقول صلوات الله عليه إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين هذا يعني أن المؤمنين يتواصلون معهم يلتقون بهم مثل ما مر علينا قبل قليل من أن صديق ذي القرنين كان ملكا من الملائكة إنه رفائيل إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم هذه عملية التواصل في بين عالم الغيب وعالم الشهاد هذا مصداق تقريبي القضية أوسع من هذا وأعظم من هذا وأكبر من هذا وإنما هذه صور مصغرة هذه نماذج بسيطة قطعا هذا الأمر لن يكون في أول يوم من أيام ظهور القائم وإنما سيكون تدريجيا لكنه سيكون سريعا جدا بعد استقرار الدولة القائمية الدولة القائمية تستقر في ظرف سنة أو دون ذلك في ظرف سنة تستقر الدولة القائمية وحينئذ يبدأ هذا التطور وهذا التقدم بنحو سريع وهائل جدا إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم فإذا أراد واحد من المؤمنين حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله إكراما له وإلا فإن المؤمنين يطيرون بإمكانهم أن يطيروا قطعا بحسب درجاتهم تستغربون هذا جعفر الطيار يطير في الجنان العباس قمر الهاشميين يطير في الجنان المؤمنون يطيرون في الجنان لكنني أشرت إلى جعفر الطيار وإلى أب الفضل العباس لأن الروايات والأحاديث هي التي أخبرتنا أخبرتنا عن جناحي جعفار وكذلك الحال مع أب الفضل العباس صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد جميعا فإذا أراد واحد حاجة واحد من المؤمنين أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده يرده الملك قطعا المراد أن الملك يحمله لك على ظهري هناك وسائل نقل تقودها الملائكة ومن المؤمنين من يسير في السحاب في الوسائل النقلية الفضائية التي تذهب إلى أبعد نقاط الكون جميعهم لا يستطيعون لا بد أن يمتلكوا مؤهلات والمؤهلات التي أتحدث عنها مؤهلات معنوية قبل أن تكون مؤهلات جسدية المؤهلات الجسدية مطلوبة لكن المؤهلات المعنوية هي التي تطلب بالدرجة الأولى فإن المؤهلات الجسدية تأتي تباعا مع توفر المؤهلات المعنوية ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكة يطير مع الملائكة إما أنه يطير كالملائكة أو أنه يستعمل الوسائل النقلية الفضائية التي تستعملها الملائكة في زمن الدولة المهدوية القائمية أنا لا أحدثكم عن خيال هذه حقائق وهذه الكتب ألفت في زمان قديم لا يستطيع الناس أن يتصور هذه المضامين بنحو متماسك ألا تلاحظون أن النصوص متماسكة يشرح بعضها بعضا إنها تصدر من عين واحدة من مكان واحد وتصب في مجرى واحد لا يوجد تضارب بين هذه النصوص هذه النصوص تشكل مع بعضها لوحة متكاملة وهذا أدل دليل على صحتها ألا لعنة على علم القنادر على علم الرجال ألا لعنة على حوزة النجف التي عبر منهجها تضعف هذه الأحاديث وتستهزئ بها ليست أمامكم في مجالسهم في دروسهم في كتبهم هذا هو منهجهم النتائج النهائية لمنهج حوزة النجف أن ننكر هذه الأحاديث وأن نضعفها بينما الأحاديث تدل بنفسها على نفسها على أنها حقائق فإن الأحاديث جميعا تشكل بنيانا مرصوصا ترسم لنا لوحة متكاملة تلاحظون أني منذ بداية البرنامج وإلى الآن وأنا أجمع لكم أجزاء البانوراما وأنتم تلاحظون بأم أعينكم وبحكم عقولكم أن الأجزاء يشد بعضها بعضا وأن البانوراما تتكامل شيئا فشيئا لا يوجد خلل في كل النصوص التي أوردتها ووضعتها بين أيديكم مع أن أكثرها بحسب قذارة الطوسيين في النجف وكربلاء بحسب قذارتهم فإن أكثر النصوص التي أوردتها ضعيفة ضعيفة ولا يعتد بها ولا يعبأ بها إنها قذارة الطوسيين هذه الروايات أدل دليل على جهالتهم وسفاهتهم وضلالتهم وحقارتهم وقذارتهم لأنهم يدعون أنهم نواب صحب الزمان وهم يجهلون حقائق مشروع صاحب الزمان أي نواب هؤلاء هؤلاء نواب الشيطان إنهم يدركون البرنامج الشيطانية في تضليل الشيعة وتجهيلهم والضحك على ذقونهم يتقنون ذلك أشد الإتقان رجاء أتحف الشيعة بتقييم مراجعهم لهم أتحفوهم بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لأخر بابل ما توصل للنوبيلية قال توصل أطمئنم تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلاق أتقل خمسة فإنه مستعجب مش جاه أقول لهم تركب يعني خلاغة أغامي شيني كما تركب خلاغة أغامي شيني كتبه لهم كان حالة السنو فقوش ديخ عربي فقوش لا معلم إجمالية هذا الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هذا واقع الشيعة أستمر معكم فيما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ومن المؤمنين من يسير في السحاب وبينت لكم معنى السحاب إنها الوسائل النقلية الفضائية ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا ومنهم من يسبق الملائكة يسبق الملائكة إما بنفسه وإما بالوسائل والتقنيات التي تعطى له ومنهم من يسبق الملائكة ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه بسبب حكمته وعلمه وفقه هم الملائكة من عند أنفسهم يأتون إليه لا يذهبون إلى ملك من الملائكة المقربين وإنما يأتون إلى هذا العبد الصالح المؤمن ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة ومنهم في رواياتنا وفي أحاديثنا هناك موقف رمزي في أحاديث المعراج من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل في موضع من مواضع السماء تقدم يا جبرائيل قال لا أتقدم عليك يا رسول الله منذ أن سجدنا لآدم فإننا ما تقدمنا على أبناء آدم منذ أن سجدنا منذ أن سجدنا لآدم وهذا هو التسليم الملائكة سجدوا لآدم سجدوا لنور محمد وآل محمد الذي أشرق في آدم فجبرائيل فجبرائيل هنا يقول لرسول الله منذ أن سجدنا لنور من نوركم ما تقدمنا على أبناء آدم فكيف أتقدم عليك يا رسول الله وأنت أصل الأصل وأنت كل الكل وأنت حق الحق وأنت مجمع المجامع وأنت سر الأسرار وأنت نور الأنوار وهذه المضامين لا قيمة لها إذا أردنا أن نتحدث بلسان الحقيقة عن محمد الأعظم صلى الله عليه وآله والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة ومنهم ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين مئة ألف من الملائكة هذا القاضي منصوب من قبل القائم في السماء في السماء هذا القاضي منصوب من قبل القائم فإن دولة القائم يتواصل فيها الملأ الأعلى مع الملأ الأسفل تتواصل فيها السماوات مع الأراضيين تتواصل فيها المجرات الفضائية الهائلة التي هي زينة السماء الدنيا يتواصل الإنسان مع الملائكة ومع الجن ومع دواب السماوات وما مر علينا من الروايات والأحاديث والآيات إلا صورة مجزة تخبرنا عن هذه الحقيقة عن حقيقة أن الدولة المهدوية ستمتد إلى عالم ما وراء الأرض إنه العالم الوسيع الفسيح نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا بعد كل البيانات التي تقدمت في الحلقات الماضية وأنا أحدثكم في المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم فمن جهة وجود استعداد عند الناس بسبب التجارب التي مرت بها البشرية وحدثتكم عن هذه الجهة التجارب البشرية طويلة وقد عانت البشرية ما عانت عبر تلك التجارب المتنوعة والمختلفة والطويلة والشاقة وصلت إلى نتيجة من اليأس ومن عدم الأمل فكل التجارب ستجعل من البشرية مستعدة لأن تتواصل مع التجربة الجديدة المختلفة فهناك استعداد في المجتمع البشري هذا من جهة ومن جهة سيعطل البرنامج الإبليسي إلى أقصى حد ومر الكلام في هذا قطعا سيوفر هذا فرصة مناسبة للمجتمع البشري أن يتحلل من الأغلال التي كان البرنامج الإبليسي قد قيده بها هذا لا يعني أن المجتمع البشرية سيتحول إلى مجتمع معصوم لكنه سيتخلص من ضرر كبير وكبير وكبير جدا وهناك الكثير من الأغلال والسلاسل والقيود ستتقطع وتتلاشى ومع كل هذا فهناك البرنامج الواسع المستوعب الشامل بكل مفرداته وقد أشارت الروايات والأحاديث إلى تلك المفردات أمر جديد كتاب جديد قضاء جديد سنة جديدة مثال مستأنف القرآن كما أنزل لا كما عفثت به سقيفة بني ساعد مشروع متكامل نظريا نظريا وعمليا يبدأ التدريب عليه كأني بأبناء العجم كأني بالشيعة قد ضربوا فساطيطه في مسجدكم هذا يعلمون الناس المثال المستأنف يعلمون الناس القرآن كما أنزل فهناك برنامج مستوعب لكل شؤون الحياة في كل أبعادها الدينية والدنيوية ما يرتبط منها بعوالم الشهادة وما يرتبط منها بعوالم الغيب ما يرتبط منها بكورتنا الأرضية الصغيرة وما يرتبط منها بتلك الخمس العوامر الكبيرة التي حدثتنا الروايات عنها في مجرات هذا الكون في مشرقه ومغربه وهناك برنامج لإصلاح المجتمع البشري يتحرك بقوة وشدة وإتقان في تجفيف منابع المعصية والجريمة وحدثتكم عن جملة من هذه المنابع الخوف الفقر المشكلة الجنسية الجهل الصحة إنها الأمراض الجسدية والعاهات المستديمة وكذلك الأمراض النفسية والروحية الإمام سيقدم للناس فسحة غيبية كي يستشعر حلاوة الإيمان كي يستطعم لذة المناجات وكل هذا تقدم في الحلقات الماضية إنما أذكركم كي أصل معكم إلى نتيجة واضحة سيكون حديثي عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى ومع كل ذلك فهناك التغيير الأكبر والتغيير الأخطر الذي سيمثل الأرضية الأساسية لكل ما تقدم من كلام ولكل ما سيأتي إنه التغيير الهائل في المنظومة الزمنية في أنظمة الزمان ولا أريد أن أعيد الكلام بخصوص هذا العنوان لأنني إذا ما دخلت فيه سأسهب في الحديث وأنا لا أمتلك وقتا كافيا ثم هذا التواصل مع عالم ما وراء الأرض مع عوالم الغيب مع الملأ الأعلى مع الملائكة مع دواب السماوات مع عالم الجن مع هذه الحضارات الممتدة الهائلة جدا هذه الحضارات قديمة ولذا استطاع ذو القرنين أن يتواصل معها هذه الحضارات قديمة 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 وأقدم من حضارة الأرض بكثير بكثير جدا حضارت هنا في الأرض حضارة جديدة نحن أبناء آدم جديدون في هذه الأرض لقد سبقتنا مخلوقات وأجيال كثيرة عاشت على الأرض نحن جئنا في آخر السلسلة لأن السلسلة هذه هي سلسلة دولة الحق في آخرها صحيح نحن الآن في دولة الباطل لكن في نهاية هذه السلسلة التي عبر عنها في الأحاديث بقبة آدم نحن في قبة آدم في آخر السلسلة التي ستنتهي بيوم الظهور بدولة الحق هذا التواصل مع عوالم الغيب مع كل تلك الحضارات في الخمس العوامر من جهات الكون في مشرقه ومغربه كل هذا سيغير نظرة الإنسان لنفسه ولعقيدته ولإمام زمانه وللأرض وما عليها وللكون ولعقيدة التوحيد ولكل شيء حوله فإن فهم الإنسان سيتغير بالكامل إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما سيكون هناك من رقي في العقل وفي الأخلاق والعلم وكل ذلك يأتي ضمن تغير منظومة الزمان ومع التواصل مع كل هذه العوالم إنها حياة لا تشبه حياتنا إنها عقول لا تشبه عقولنا اليوم كل شيء سيتغير كل شيء سيتبدل ولابد أن نتذكر من أن الذوات النجسة النجسة قد قضي عليها ومن أن الأفكار النجسة قد قضي عليها عبر حرب لن تستمر إلا لعدة أشهر دون السنة وعبر المحاكمة المهدوية العالمية التي تكون محاكمة للأديان وتكون محاكمة للتأريخ وما جرى فيه وتكون محاكمة للنظريات والفلسفات والأفكار وما أنتجه الإنسان من فلسفة أو أدب أو فن أو علم ستنتهي ستنتهي حروب الأرض وتنتهي الخلافات بين الناس إن الحياة ستتغير بالكامل حتى طبائع الحيوانات ستتغير نحن مقبلون على عالم جديد إنه اليوم الأول من أيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى أعتقد أنكم بدأتم تشخصون مدى سخافة ما تقوله السقيفة بني ساعدة في أن المهدية سيحكم بإقامة الحدود مثل ما فعل الداعش وفعل الطالبان وإنها فترة زمانية محدودة وبعد ذلك ينتهي كل شيء وتأتي القيامة الكبرى سخافة لا أستطيع أن أصف مدى قبحها ومدى تفاهتها نحن مقبلون على تغيير عظيم إنها مرحلة الظهور في صورتها الفائقة وهذا وهذا الذي أريد أن أحدثكم عنه في الحلقات القادمة الصورة الفائقة لمرحلة الظهور الروايات حدثتنا عنها كثيرا وعندنا الكثير من الروايات الضعيفة السند بحسب قذارة هؤلاء الثولان من آيات الشيطان العظمى عندنا الكثير من الأحاديث والروايات الضعيفة السند بحسب علم القنادر علم الرجال إنها أحاديث العترة الطاهرة التي رسمت لنا الصورة الكاملة للمرحلة الفائقة من عصر الظهور إذن حديثنا سيكون في الحلقة القادمة والتي بعدها عن مرحلة الظهور في صورتها الفائقة الصورة الفائقة لمرحلة الظهور لا بد أن تجتمل على العناوين التالية لأن صورة لا تكون فائقة من دون هذه العناوين القيادة الفائقة كيف تكون مرحلة الظهور فائقة من دون قيادة فائقة القيادة الفائقة وحينما نتحدث عن القيادة الفائقة بالدرجة الأولى نتحدث عن إمام زماننا إنها ولايته التكوينية وولايته التشريعية هؤلاء الثولان في النجف من آيات الشيطان العظمى ينكرون الولاية التشريعية للإمام فما بالكم فما بالكم حينما يكون الحديث عن الولاية التكوينية لأن الولاية التشريعية تأتي في حاشية الولاية التكوينية ألا لعنة على دينهم ومذهبهم ومنهجهم وقذارتهم وسفاهتهم إذن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور تشتمل على العناوين التالية العنوان الأول القيادة الفائقة القيادة الفائقة بالدرجة الأولى يكون الحديث عن إمام زماننا بالتبعي يكون الكلام عن القادة الذين ينصبهم إمام زماننا سينصب قادة حقيقيين لا كما يضحك عليكم هؤلاء الأوباش في النجف ويقولون من أن المراجع ينصبهم صاحب الزمان كذابون وحق شرف الزهراء هم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان مجموعة من الجهال والسفهاء والتافهين لا يحسنون قراءة صلاتهم وقد أخرجنا الفيديوات التي يقرؤون فيها قراءة ليست سليمة وهم يقرؤون صلاتهم هؤلاء هم الذين ينصبهم صاحب الزمان كذابون هؤلاء كذابون مدلسون ملبسون لصوص سراق يضحكون على الشيعة سرقوا أديانهم قبل أن يسرقوا جيوبهم وسرقوا عقولهم قبل أن يسرقوا دنانيرهم مشكلة كبيرة هؤلاء ألا لعنة الله على حوزتهم وعلى مذهبهم الطوسي الخذر إذن العنوان الأول القيادة الفائقة العنوان الثاني البرنامج الفائق إنه المثال المستأنث إنه الكتاب الجديد العناوين التي مرت علينا البرنامج الفائق هناك قيادة فائقة وهناك برنامج فائق العنوان الثالث الطبيعة الفائقة هذه الطبيعة التي نعيش عليها ونعيش فيها ستتغير إلى طبيعة فائقة في طقسها ومناخها ومائها وهوائها وحرارتها وضغطها ورطوبتها وحلاوتها وملوحتها وفي كل شيء فيها لأن المنظومة الزمانية ستتغير ولأن الحق هو الذي سيضرب أطنابه على هذه الطبيعة ستتحول إلى طبيعة فائقة نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة من أن إقامة حد المراد من الحد ما هو حكم شرعي من أن إقامة حد من إمام عادل خير للأرض من مطر أربعين صباحا فما بالكم وحقيقة العدل بقضها وقضيضها بكلها وكليتها تكون بين أظهرنا إنها الطبيعة الفائقة ولقد حدثتنا الأحاديث الضعيفة السنة بحسب ثولان النجف وكربلاء عن هذه الطبيعة الفائقة التي سأقرأها عليكم برغم آنافهم ومعاطسهم القذرة أتحدث عن آيات الشيطان العظمى إذن هناك القيادة الفائقة وهناك البرنامج الفائق وهناك الطبيعة الفائقة وهناك الرجال والنساء الفائقون رجال فائقون ونساء فائقات هؤلاء هم الذين يعيشون في هذه الطبيعة وهؤلاء هم الذين سيقودون هذه الطبيعة وسيقودون هذه الدولة العظيمة الرجال الفائقون والنساء الفائقات وهناك التقنيات الفائقة هذه التقنيات التي يعتمد عليها هؤلاء الفائقون تقنيات الحياة المتطورة دقق النظر معي قيادة فائقة برنامج فائق طبيعة فائقة رجال ونساء فائقون تقنيات فائقة وماذا بعد؟ بعد التقنيات الفائقة تأتينا الحياة الفائقة ومراد من الحياة الفائقة إنها أساليب الحياة شؤون الحياة ما يعبر عنه الآن في زماننا بالستايل استايل الحياة أساليب الحياة أساليب العيش في سفر الإنسان وحضره في ملبسه ومأكله ومشربه في عبادته وفي ساعات أنسه وراحته الشخصية أساليب الحياة ستكون الحياة فائقة الحياة الفائقة وبعد ذلك يأتينا عنوان مهم منظومة العلاقات الفائقة منظومة العلاقات الفائقة إنها علاقتنا بالزهراء الكبرى فهي أم الجميع لها مقام الأمومة والقيمومة على الدولة المهدوية القائمية علاقتنا بالزهراء علاقتنا بإمام زماننا علاقتنا بالمؤمنين بأولياء أهل البيت بشيعة أهل البيت علاقتنا بالملائكة حين أقول علاقتنا بالمؤمنين بالمؤمنين من الإنس أو من الجن أو من سائر دواب السماء فهؤلاء كلهم يقعون تحت هذا العنوان تحت عنوان أولياء أهل البيت علاقتنا بالملائكة علاقتنا بسائر الأشياء بالحيوانات والنباتات والجمادات بكل شيء من حولنا ستتحقق منظومة من العلاقات الفائقة هذا هو الذي قصدته بأن مرحلة الظهور بعد كل البيانات المتقدمة ستظهر في صورتها الفائقة بقيادة فائقة وبرنامج فائق وطبيعة فائقة ورجال ونساء فائقيين وتقنيات فائقة وحياة فائقة ومنظومة ومنظومة علاقات فائقة غدا سيكون الحديث عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور من خلال الروايات والأحاديث المعصومية الطاهرة المطهرة التي هي ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات ثولان النجف وكربلع نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر